هي بترقص ولكن مش زي ما احنا عارفين عيشة بمبادئ ولكن مش اللي أغلبنا يعرفها عندها معاناة ولكن مختلفة تماماً عن حياتنا اليومية بتفكر ولكن بوجهة نظر مرفوضة من معظمنا وفي الآخر قررت الرحيل مع أسرتها لبلاد الغرب علشان تبدأ حياة جديدة دي قصة شروق العطار يلا بينا نعرف ايه الموضوع في القطار سلام عليكم أنا شروق العطار دميري هما وهي أنا مهندسة إلكترونيات فنان الدراج ورقصة بحب رقص الدراج باعتبره مظاهرة ضد معاملة مجتمع الميم دي كانت كلمات شروق العطار لتقديم نفسها في أحد البرامج واللي أعلنت فيه بشكل واضح عن توجهها المختلف اللي بيميل لنفس النوع شروق بترقص حاجة اسمها الدراج وهو رقص للناس اللي بيكون عندهم نفس التوجهات سواء رجالة أو ستات الدراج كوين عموماً مصطلح في الغالب مقصود بي الرجالة اللي بيلبسوا ملابس نسائية وبيتصرفوا بأنوسة مبالغ فيها وبيحطوا مكياج وبيعملوا أدوار نسائية لغرض الترفيه والرأس والتأثير الدرامي الكوميدي الساخر ولكن برضو في سيدات بيرقصوا النوع ده وبيكون لهم برضو ستايل غريب شويتين زي شروق كده شروق بترقص على المسرح وبتكون لابسة دقن أو رسمها بقى حسب المزاج وقتها وهي مبسوطة وسعيدة بنفسها كده وفي أحد اللقاءات اتكلمت عن نفسها وقالت أنا في مكان ما في حياتي ومتقبلة نفسي وفرحرة بنفسي وبحب الطريقة اللي بلبس بيها بالذات لما برقص وبحس إن اللحية حاجة بتبرز وشي بطريقة جميلة وكمان في نفس الوقت بتحميني على المسرح من الناس اللي أنا مش عايزاهم ينجزبوا لي طبعاً شروق العطار عندها مشاكل معالتها ومشاكل مع المجتمع بشكل عام وعلشان كده سفرت بريطانيا مع والدتها وإخوتها وده لما كان عمرها 15 سنة يعني الموضوع مش جديد ولا حاجة وهي من مواليد 1992 ومن اسكندرية يعني سفرت سنة 2007 ولما تسألت عن مدى تأثير رفض الأهل والمجتمع كان ردها أنا قضيت وقت كتير على الكلام ده ودلوقتي يعني مش هقضي وقت أكتر إني أتوسل ليهم يقبلوني بس أتمنهم يكونوا سعداء أخوي وأختي متقبليني وكمان فخورين بيا وأمي كمان أعتقد ومحدش تاني يهمني شروق العطار مهندسة تصميم في مجال الإلكترونيات عايشة في إنجلترا بصفاتها لاجئة وهي نشطة في مجال حقوق اللاجئين في المملكة المتحدة وكمان في مجال حقوق ما يسمى بمجتمع الميم وبتشتهر راقصة شرقية علشان تجمع فلوس لرسوم الدفاع القانوني لمجتمع الميم والمساعدة في إعادة توطين اللي بتعتبرهم متهضين بسبب ميورهم الجنسية أو هويتهم الجنسية كمان كانت واحدة من النساء اللي اختارتهم بي بي سي سنة 2018 باعتبارها واحدة من ضمن أكتر مئة امرأة تأثيرا في العالم كمان اخترتها جمعية الهندسة والتقنية البريطانية لجائزة المهندسة الشابة لعام 2021 شروق العطار بتعيش برا مصر وبتناضل في اتجاهات خاصة بيها وليها حياة مختلفة تماما صعبة على كتير مننا يقبلها لكن هي دي دماغها وهي حرة فيها بقى